اشتركوا في القناة فحاليا احنا عدنا فقط القسم الثاني فاول شي راح نصمم اللي هو راح يكون في الكمبوننت اعمل كمبوننت جديد واسميه طبعا هذا الكمبوننت راح يكون فورم حتى نكتب اسرع راح اعمل كوبي من لوجين فورم كنترول بي افتح لوجين فورم كنترول اي كنترول سي في سيرج ارتكال انبوت كنترول في اسمي هذا الكمبوننت سيرج ارتكال انبوت اغير الاسم الى سيرج ارتكال انبوت اهنا ما اريد باسورد امسح نحتاج سيرج تيكست والسيت سيت سيرج تيكست وعندي هنا الفورم سبمت هندلر امسح هذا ما عبنا باليديشن هنا امسح التوست وهنا اطبع السيرج تيكست جميل ننزل امسح هذا الانبوت وايضا امسح هذا البطن راح يكون عندنا انبوت واحد النوع مالته راح يكون تيكست طبعا لا النوع راح يكون سيرج راح يكون سيرج هذا الانبوت النوع مالته راح يكون من نوع سيرج والvalue سيرج تيكست وانشانج سيت سيرج تيكست وهنا اكتب سيرج فور امسح هذه الكلاسز واعطيه بعض الستايلز ويدفول بادينغ ثري فعملنا هذا الكمبوننت سيرج ارتيكل انبوت عدنا هنا هذا الستايت سيرج تيكست عدنا فورم سوبمت هندلر وعدنا هذا الفورم مع انبوت واحد من نوع سيرج نجي الى articles page اخلي هذا الكمبوننت هنا فوق الarticles سيرج article انبوت نرجع البروزر اعمل الريلود هذا هو سيرج article انبوت طبعا لازم نعطي لهذا الفورم شوية مارجين من الفوق والتحت وبعض الستايلز خلي نرجع هنا اعطي بعض الستايلز لهذا الفورم امسح هذا الفلكس مارجين واي خمسة ويدف فول في الام دي ويدف اثنين من ثلاثة ومارجين اوتو نرجع جميل صار مرتب اكثر كل شي تمام وايضا اريد اخلي هنا ستة articles حاليا عندنا مئة articles وتحت هذا الستة articles اريد اخلي pagination اسد الsearch article input في articles page هنا اعمل map على articles قبل الماب اكتب dot slice اعطي صفر الارجومنت الاول وارجومنت الثاني ستة هذا يعني جيب لي ستة articles فقط نرجع عدنا ستة articles جميل والتحت هذا اريد اخلي pagination في داخل component directory في داخل articles اعمل component جديد واسمي pagination dot ts x اعمل الcomponent pagination اعطي بعض ال styles اعمل هنا array active const pages يساوي array من الاعداد يعني حاليا عندنا خمسة pages واعمل map على هذا الarray pages اعطي page وايضا اعطي key اللي رح يكون page واعطي بعض classes لهذا div اعطي بعض styles لهذا div جميل نرجع الى page يعني articles page واخلي page هنا تحت هذا div page component طبعا البعض يقولون page nation والبعض يقولون page nation نفس الشيء مفرق نرجع للbrowser جميل هذا هو page nation او ترقيم الصفحات ايضا اريد اخلي هنا previous previous btn وبعد الخمسة اخلي next btn نرجع في pagination اعمل copy من هذا div ctrl c وهنا قبل الماب ctrl v امسح الpage واكتب prev اعمل copy من هذا ctrl c وبعد الماب احنا ctrl v اخلي هذا يكون next نرجع للbrowser اعمل ينطيني error ليش يقول page is not defined خلي نرجع طبعا احنا مسحنا اه هذا key لازم نمسح الكي من previous و next جميل جدا ادنا هذا pagination ترغيم الصفحات ف اعمل ال search box وايضا pagination component افتح هذا single article احنا صممنا هذا single article ولكن بالمستقبل المستخدم رح يخلي comment لهذا article يعني لازم نخلي form لل comments وايضا لازم نخلي كل comment هنا فلازم نعمل comment form وايضا comment item لل single article فنرجع اصد ال pagination و اصد ال articles page رح نشتغل في single article page single article page عندي هنا single article تحت هذا اريد اخلي form لل comment يعني add comment form في داخل components اعمل folder جديد واسمي comments وفي داخل comments اعمل component جديد واسمي add comment form dot tsx حتى نكتب اسرع رح اعمل copy من search article input ctrl a c لان هذا رح يكون form ctrl v اغير الاسم الى add comment form وايضا هنا add comment form وهنا رح يكون عندي text و set text ال state وهنا اطبع text طبعا هنا رح يكون عندنا validation فنحتاج toast import from react testify toast function فهنا اعمل validation if text can empty string فreturn toast dot error please write something في الفورم رح يكون عندنا input من نوع text وهنا اعطي الvalue text set text و هنا في place holder اكتب add a comment واعطي بعض styles وايضا تحت هذا الانبوت اخلي button button من نوع submit واكتب بي comment ونعطيه طبعا بعض ال styles styles اعطينا بعض ال styles لهذا البطن فصممنا هذا الفورم add comment form عدنا هنا هذا ال state text عدنا فورم صبت handler وعدنا الفورم في الفورم عدنا input من نوع text وعدنا هذا البطن نجي الى single article page تحت هذا ال div اخلي add comment form نرجع للبراوزر هذا add comment form جميل طبعا ال 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 لهذا ال الانبوت يكون نفس المحتوى خلي نرجع في add comment form طبعا لازم امسح هذا ال styles جميل هذا ال styles كان من ال component السابق نرجع جميل طبعا لازم نخلي margin بين add comment form والمحتوى في ال single articles page هنا لهذا هنا لهذا ال div اعطي margin bottom 7 خلينا نشوف جميل هذا صار مرتب اكثر فعدنا ال comment form وايضا لازم نعمل comment item واخلي كل ال comment تحت هذا الفورم نرجع في component في comments folder اعمل component جديد واسمي comment item في هذا comment item راح احتاج الى بعض الايكونات import from react icons slash fa اريد هذا الايكون fa edit و fa trash نعطي بعض ال styles لهذا ال div اعمل اعمل اخر في داخل هذا ال div اعطي بعض classes flex items center justify between و margin bottom اثنين في داخل هذا ال div اخلي tag strong واكتب ال username اكتب يوسف واعطي بعض ال styles لهذا strong تحت هذا strong اخلي tag span واكتب بي التاريخ حاليا اكتب واحد واحد 2024 اعطي بعض ال styles تحت هذا ال div اخلي tag p واكتب بي thanks for this article تحت هذا ال p اعمل div اعطي بعض classes flex justify end items center في داخل هذا ال div اخلي الايكونات fa edit وايضا الف trash نعطي بعض ال styles للادت اول شي وايضا اعطي بعض ال styles لهذا الايكون الثاني جميل جميل نجي الى ال page single article page تحت هذا الفورم اول شي اخلي tag h4 واكتب ب comments اعطي اعطي بعض ال styles واتحت هذا ال h4 اخلي ال comment item واعمل copy من هذا فخليت اثلاثة comment نرجع البروزر جميل صممنا articles page يعني single article page خلينا هنا بعض ال comments و comment form طبعا في المستقبل رح ناخذ هذه ال comments من القاعدة البيانات شكرا لكم واشوفكم في الدرس القادم اشتركوا في القناة